وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من تحت قبة مجلس الأمن الدولي طالب المجلس بمعاقبة إيران وبأن لا تفلت إيران من العقاب اللي المفروض ينفرض عليها بسبب الهجوم الذي قامت به على السفينة الإسرائيلية وتزامن هذا الأمر يوم أمس أيضاً مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على عدد من الفصائل المسلحة الموجودة في العراق وكذلك على حزب الله اللبناني وهذا التصعيد في اللهجة الأمريكية بهذا الشكل وبهذه الإجراءات ضد أذرعها حقيقة ضد الأذرع الإيرانية في المنطقة هو يأتي بسبب أن هناك أمور تبعثرت تماماً بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية فيما تهدف إليه للمفاوضات النووية إذا ما ردنا نلقي نظرة على هذه التفاصيل التي تحدثت عنها لبلومبرغ الأمريكية اللي تشوفه بأنه الفريق الأمريكي الذي هو موجود في هذه المفاوضات مرتبك تماماً بسبب أن بايدن لم يستغل العقوبات اللي حقيقة فرضتها واشنطن على إيران من أجل الحصول على نتيجة في قضية الاتفاقية النووية وأن إيران مستمرة في عملية التقدم مالتها في البرنامج النووي لحد الآن دي يخصبون بنسبة 60% منذ شهر 4-2021 وكذلك بدأوا بإنتاج كذلك اليورانيوم الآن بحقيقة نسبة 20% وأيضاً أن أجهزة الطرد المركزية لا زالت في تقدم كبير مثلاً على مستوى منشأة ناتانز والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها مقدرة للوصول إلى هذه المنشآت حتى يعرفون التفاصيل بالضبط عدد أجهزة الطرد المركزية أو التخصيب أو غيرها وبالتالي هناك تقدم عالي لقضية البرنامج النووي الإيراني وبطء كبير في قضية الاتفاقية النووية وكلما مر الزمن يجعل العودة للاتفاقية النووية لا فائدة منها وبأن الولايات المتحدة الأمريكية ستحتاج بشكل طبيعي إلى اتفاقية جديدة مع إيران لأنه هدف جو بايدن بشكل واضح هو ليس من أجل حقيقة العودة إلى الاتفاقية النووية على أساس حقيقة تكون إيران على الحافة من أجل الوصول إلى القنبلة النووية لا يريد ذلك وبالتالي هذه الاتفاقية النووية في خطر كبير جدا خاصة وأن هذه الأمور تصير تحت الآن حقيقة تحت وجود الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اللي هو الرئيس طبعا المتشدد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لابنونبرغ كشفت بأن قضية رئيسي وقضية وجوده الآن هي محسوبة من الولايات المتحدة الأمريكية لكن كان هناك ترتيب معين تهدف إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأخفقوا به الآن فشوف شنو اللي قالت البلومبرغ على هذا الأساس كان الاعتقاد السائد أن واشنطن وطهران يمكنهما توصل إلى اتفاق بعد انتخاب رئيسي ولكن قبل توليه السلطة يعني قبل أن يلقي القسم كامل المفرد هم راجعين إلى الاتفاقية النووية وطبعا هذا زاد الضغط بشكل كبير على جو بايدن اللي من أولوياته في السياسة الخارجية هي العودة إلى الاتفاقية النووية الآن أصبحت في خطر خاصة وأن الآن بعد الهجوم اللي صار على السفينة الإسرائيلية وعدد من الظروف التي سنذكرها لكم النفط الآن انخفض على المستوى 7.7% على المستوى الإسبوعي وهذه أعلى نقطة انخفاض للنفط منذ شهر عشرة 2020 شوفش قد أشهر مرت والآن وصلنا إلى هذا الانخفاض وجزء من الموضوع طبعا هو متحور دلتا الذي يضغط على النفط يضغط على اقتصادات العالم ويضغط على الولايات المتحدة الأمريكية مع مشكلة عدم رغبة الكثير من الأمريكيين الحصول على الفاكسينيشن واللقاحات اللي هم المفروض يأخذوها وبالتالي بايدن يعاني في الداخل كذلك هناك مشكلة في قضية أنه السفينة الإسرائيلية اللي هاجموها الإيرانيين ومتهمين بها بشكل واضح الآن خلت الملاحة وأمن الملاحة في مشكلة دول العالم التي تنقل النفط وتتعامل بالنفط على مستوى مضيق هرمز والخليجة العربي وغيرها يشعرون بقلق خاصة وأن بني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي هدد أكثر وفي أكثر من مناسبة بأنهم سيقومون بأعمال عسكرية ضد إيران وبالتالي هذا طبعا واضح إلى جزء في عمليات التأثير على أسعار النفط التي نراها ومكن أن يكون بها أخفاق كبير جدا إلى جو بايدن وقضية الإسرائيليين اليوم بدأت تتوضح معالم هجماتهم من جديد عادة الهجمات الغامضة الإسرائيلية أو التي تحمل بصمات إسرائيلية من جديد يعني مثلا في صباح هذا اليوم مصنع البيترو كيميائيات بهذا الشكل انفجر جنوب إيران ليس واضحا كم عدد القتلى وعدد الجرحة ولكن سيطروا على الحريق وانتهت القصة إلى هنا إضافة إلى ذلك أن هناك ناقلة للنفط اسمها وزدم تعرضت إلى الهجوم اليوم قبل ساعات قبل تقريبا أربع أو خمس ساعات هجمت في ميناء اللاذقية وهذه طبعا هي هاجمها أصلا للإسرائيليين في نهاية شهر أربعة تقريبا في يوم 27 أربعة بنفس الطريقة أمام نفس الميناء اللاذقية وانقتلوا بها ثلاثة والآن المرصد السوري لحقوقها الإنسان قال بأن اللي انقتلوا في هذه الباخرة هم ثلاثة وثلاثة من السوريين وطبعا الإحداثيات مالتها هي بهذه النقطة طبعا تم ضرب هذه السفينة اليوم لحد الآن غير واضحة كل التفاصيل السوريين حقيقة يقولون بأن هذا هو حادث عرضي كما حدث في السابق في نهاية شهر أربعة مع هذه الناقلة نفس الناقلة ولكن في حقيقة الأمر بأن الكلام الآن بأنه هذا قد يكون عملا تخريبيا بحسب المرصد السوري أيضا لحقوق الإنسان والنقطة الأساسية بأن هذه الناقلة هي تنقل النفط الإيراني وهي معروفة جدا بالنسبة للإسرائيليين طبعا هذا كل هذا يزيد الضغط بشكل كبير مثل ما قلنا على بايدن وهو عند انخفاض كبير في عملية مصادقة الشعب الأمريكي عليه اليوم وصل إلى 50.3% من مصادقة الشعب الأمريكي بالعادة الرؤساء الأمريكيين يجدون هذا الانخفاض عادة يعني صير عندهم تجربة في عملية الانخفاض في أول ستة أشهر في مصادقة الشعب الأمريكي ولكن أن ينخفض تحت 50% تشكل مشكلة له لذلك بايدن والأوساط الأمريكية يحاولون يحلون هذه المشكلة مع إيران والعودة للاتفاقية النووية والبلومبرغ كشفت ما هي البدائل التي تفكر بها الآن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر واشنطن في عدد من البدائل المحتملة كاتخاذ خطوة مؤقتة بتخفيف محدود للعقوبات مقابل توقف إيران عن أعمالها الاستفزازية في مجال انتشار الأسلحة النووية وهذا التنازل الآن مدير وكالة المخابرات الأمريكية هذا الرجل اللي هو طبعا اسمه بيل بيرنز الآن اليوم من المفترض أن يصل إلى إسرائيل إلى تل أبيب للحديث عن طبيعة هذه البدائل التي تبحث عنها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوصول إلى نقطة حقيقية بالنسبة لهم وبالنسبة كذلك إلى إسرائيل وما ترغب به وقد تكون هناك نقاشات لأمور لا نعرفها حقيقة عن طبيعة ما ممكن أن يتفقوا عليه لمواجهة إيران بشكل عام في حالة العودة للاتفاقية النووية أو من عدمها ترجمة نانسي قنقر